بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم من خلال هذا الفيديو على الكتابة العلمية لعدد عشري التي يقوم بدرستها السنة الرابعة متوسط والسنة الأولى ثانوية مع درس زائد تطبيقات محلولة إذن ننطلق على بركة الله في الأول عندنا تعريف أولا علينا أن نقوم بمعرفة الكتابة العلمية إذن الكتابة كتابة عدد عشري على الشكل العلمي تعني التعبير عنه على الشكل ماذا؟ لاحظوا على الشكل A في عشر قوة N أو ناقص A في عشر قوة N نتابع جيدا معناه إما له هذه الكتابة أو إما أنه له هذه الكتابة حيث ماذا؟ نتابع جيدا حيث أن A عدد عشري أولا A عدد عشري يحقق لنا الشرط لاحظوا هذا الآن يجب أن يكون محصور ما بين ماذا؟ ما بين الواحد والعشر أكبر يعني مباشرة من الواحد يكون أكبر تماما من الواحد يعني حتى ولو كان مثلا واحد فاصل مثلا اثنان أما يكون لوحد لا ويكون يصل إلى حتى إلى العشرة وآن كيف هو هذا الأس يعني هذا الأس يكون عدد صحيح نسبي يعني يمكن أن يكون مثلا ناقص اثنان كما يمكن أن يكون لنا اثنان أما أن يكون مثلا يكون لنا هذا الآن صفر فاصل فلا يمكن لأن هذا ليس عدد صحيح نسبي إذن هذه أولا التعريف ها هي الآن الأمثلة نتابع جيدا أمثلة عندنا في الأول لاحظوا جيدا عندنا كتابتان عشرية لعدد لاحظوا عندنا هذا العدد وعندنا هذا العدد نتابع جيدا سوف نطبق ماذا؟ سوف نطبق التعريف حرفيا قال عدد عشري يحقق ماذا يحقق؟ أنه يكون هذا الآ الذي يأتي هنا يجب أن يكون محصور ما بين الواحد والعشر معناه هنا العدد كبير جدا نتابع نقول واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية معناه نضع الفاصلة هنا أبنائي هذا المكان الذي أريكم إياه هنا حتى يصبح هو لاحظوا الآ الآ معناه ما هو نتابع جيدا نقطة بنقطة لاحظوا الآ ماذا يصبح أبنائي يصبح الكتاب العشرية هي هذه ركزوا تصبح واحد فاصل ثمانية وعشرون في عشر قوة ثمانية لماذا؟ لأن أزحنا لاحظوا إزحة الفاصلة ثمان مراتب نحو اليسار يعني جئنا إلى هذا الاتجاه كانت هنا الفاصلة في الأصل في هنا لأن هنا صفر فاصل صفر ماذا نجعل؟ نقلنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ووضعنا الفاصلة هنا يقول أحدكم لماذا لم نضح هنا يا أستاذ هنا في هذا المكان تصبح اثنى عشر فاصل لأن يصبح الآية أبنائي لا أكبر من العشرة وهذا الشرط قد اختل تطبيقه هذه بالدرجة الأولى إذن تصبح هكذا واحد فاصل ثمانية وعشرون في عشر قوة ثمانية نأتي الآن إلى الحالة الثانية الحالة الثانية أن الفاصلة لاحظوا أين كانت علينا أن نحولها إلى هذا الاتجاه إلى ماذا؟ الصفر إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر هنا هنا كتبنا أولا قوة ثمانية لماذا؟ لأن جئنا إلى الجهة الكبرى جئنا إلى هذا الاتجاه إلى جئنا هذا الاتجاه نقول عشر قوة أما إذا لجعنا إلى اليمين هكذا نقول عشر قوة ناقص هنا قوة زائد ثمانية أما إذا رجعنا بالفاصلة إلى هذا الاتجاه نقول عشر قوة ناقص دائما هذه أما إذا كنا هنا وجئنا إلى هذا الاتجاه نقول عشر قوة زائد مثل ما هو مشروح هنا على الآن هنا كم أنت رجعنا إلى اليمين لاحظوا كنا في هذا المكان إذا قلنا واحد اثنان يقول أحدكم لماذا لم تحسب هذا يا أستاذ لا هذا ليس لنا دخل فيه نحن نرجع أين ننقل الفاصلة قلنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر نضعها هنا لماذا وضعنا هنا حتى تصبح سبعة فاصل خمسة حتى يتحقق هذا الشرط يعني الآن قلنا محصول ما بين العشر والواحد لو حولناها إلى مثلا إلى هنا إلى هنا تصبح خمسة وسبعون خمسة وسبعون أكبر من العشرة وهذا لم نطبق القانون بحذافره إذن لاحظوا ماذا سوف يصبح لكم أبنائي بكل بساطة تصبح لنا ناقص هذا النقص نتركه كما هو في سبعة إذن سبعة فاصل خمسة في عاشرة قوة كم ناقص عشرة لماذا لأن الفاصلة قد زحزحت بعشر مراتب إلى ماذا إلى اليمين إذن عشر مراتب نحو اليمين قلت إذا انتلقنا هكذا نقول عاشرة قوة ناقص بما أن رجعنا ب عشر مراتب معناه كم عاشرة قوة ناقص عشرة بهذه البساطة المطلقة فقط هذه مثلا من هذه الجهة نأتي الآن إلى تعريف آخر وأبسط منه بكثير ما هي الكتاب العلمية الكتاب العلمية لعدد تقتضي أن نكتب هذا العدد على شكل عدد محصور لاحظوا بين واحد وعشرة مضروبا في قوى عشرة مثل ما كنا نتحدث الآن لاحظوا هذا المفهوم الكتاب العلمية يستعمل أولا أين نستعمل الكتاب العلمية يستعمل لكتابة الأعداد الكبيرة جدا أو ماذا أو الصغيرة جدا بشكل عام في الفيزياء أو الكيمياء على سبيل المثال عندنا لاحظوا تزين الأرض لاحظوا كم تزين الأرض يعني عدد لا يمكن حتى نعرف القراءته كيف نجعله أبنائي بكل بساطة يعني لما نحوله إلى كتابة علمية أبقى لذلك القانون الذي قلنا أنه نرجع بالفاصل ونترك عدد محصور ما بين الواحد والعشرة تصبح باستعمال الكتابة العلمية هذا العدد يصبح لاحظوا كم ركزوا يصبح بأبسط طريقة ستة فاصل أربعة في عشر قوى ناقص أربعة وعشرون وهو أكثر سهولة يعني بكل بساطة هو أكثر سهولة يعني الفواصل رجعت بأربعة وعشرون مرة بعدما كانت الفاصلة مثلا هنا نقلت إلى هنا بهذه البساطة نتابع جيدا عندنا كذلك القراءة والتمثيل من العدد الأول ها هو مثلا كتابة علمية لاحظوا هذه مثلا كتابة علمية هذه هي كتابات علمية للقراءة والتمثيل من العدد الأول نتابع جيدا كذلك هي كتابة علمية نتابع نتابع كذلك بينما هي لاحظوا بينما إلى هذه أربعة وعشرون في عشر قوى اثنان وصفر فاصل سبعة في عشر قوى ناقص واحد لاحظوا وثلاثة وسبعون هي أولا ثلاثة وسبعون ليست كتابات علمية لأن الكتابات علمية قلنا أننا نجد مثلا في اثنان فاصل عدد في عشر قوى ثلاثة قوى صفر فاصل لا هذا لا يطبق عليه القانون هذه بالدرجة الأولى عندنا كذلك أبناء نتابع عندنا أمثلة نتابع أمثلة أخرى عندنا لكتابة ثلاثة ألف وثمنا بشكل علمي نكتب ماذا لاحظوا جيدا نكتب قلنا أن نأتي بالفاصلة إلى هنا ونلاحظ كم تصبح واحد اثنان ثلاثة يعني في عشر قوى ماذا قوى ثلاثة معنى نكتب هذه ثلاثة فاصل ثمانية في عشر قوى ثلاثة بهذه البساطة فقط لأن الطبق الآن تعرفها بحذفه نتابع جيدا عندنا ثم نكتب ماذا مثل ما قلت نكتب ثلاثة فاصل ثمانية في عشر قوى ثلاثة عندنا كذلك أمثلة عفوا أمثلة أخرى لاحظوا إلى هذا العدد لهو ماذا هو ستة في عشر قوى ناقص خمسة لاحظوا في الأول كيف كانت كتابته أصبحت كتابته بهذه البساطة نتابع جيدا كذلك الحسابات باستعمال أو باستخدام الكتابة العلمية عندنا قبل أن نستخدم الكتابة العلمية يجب أن تكون على اطلاع بقواعد حساب القوى العدد التي عشرة التي هي نتابع جيدا ما معنىها من هذا يعني عندنا بعض خواص القوى أبنائي عليكم بمعرفتها من بين خواص القوى عندنا ماذا عندنا إذا قلنا مثلا خمسة مثلا قوة اثنان زائد ثلاثة في الأصل ما هي حتى يعني التعلم هي خمسة قوة اثنان في خمسة قوة ثلاثة يعني طبقا للقانون هذا فقط يعني يمكن تفكيك القوى فقط عندنا كذلك خاصية أخرى أو كذلك مع العشرة عشرة قوة مثلا أربعة ماذا تسوي تسوي لنا عشرة قوة مثلا ثلاثة زائد واحد وتسوي لنا عشرة قوة ثلاثة في عشرة قوة واحد قموا بجمع القوى كذلك تجدون نفس القانون عندنا كذلك أبناء نتابع عندنا القاعدة الثانية قوة قوة ا ناقص ب يسوي لنا اكس قوة على اكس قوة ب مثلا نعطيكم مثال مثلا عندنا نتابع مثلا عندنا عشرة قوة مثلا أربعة ناقص اثنان ما هي هي عشرة قوة اربعة على عشرة قوة اثنان اعطيكم دائما امثلة بالاعداد حتى تكون امور جد بسيطة الآن عندنا ماذا كذلك نتابع عندنا قانون اخر قوة القوة تسوي جدع القوتين اذا قلنا مثلا ثلاثة قوة اثنان الكل قوة مثلا خمسة ماذا تسوي ابنائي تسوينا ثلاثة قوة اثنان في خمسة وتسوي لنا ثلاثة قوة القوة تسوي كذلك جداء القوتين عندنا كذلك فتمرين في السنة الثالثة من هذا النوع نتابع جيدا ها هو تمرين قال ا يسوي اذا نكمل نتابع لاحظوا عندنا هذا العدد لهو ا يسوي لنا اثنان في عشرة قوة اربعة في تسعة في عشرة قوة ناقص واحد على ثلاثة في عشرة قوة اربعة يعني هنا نستعمل الا خصص القوة ابنائية يعني الامور جد بسيطة يتطلب معرفة القواعد السابقة حتى نصل الى النتجة التالية ما هي النتجة التالية لاحظوا جيدا ابنائي كيف تتم العملية عندنا ماذا يمكن يمكن ان نقول انه هذا يصبح مضروف في هذا كم تصبح ثمانية عشر وعندنا هذا في هذا قلنا ماذا نفعل جمع القيوة لاحظوا جيدا قلت جمع القيوة معنى تصبح في عشر قوة اربعة ناقص واحد نأتي الان الى المقام المقام هو ثلاثة في عشر قوة ماذا قوة نتاب قوة اربعة نتركه كما يصبح ماذا يسوي يسوي ثمانية عشر على ثلاثة وهنا تصبح عشر قوة ثلاثة على هنا لاحظوا على عشر قوة اربعة نتابع الامور بكل بسط يختزل هذا مع هذا كم تصبح ابنائي تصبح لنا ستة في ماذا وكذلك هذا يمكن كتابته لهو عشر قوة ماذا ثلاثة وقلنا هذا له الحق ان يسعد هنا يصبح في عشر قوة ناقص اربعة قلنا العدد اذا انتقل القوة هذه يمكن ان تنتقل من البسط الى المقام وتغير اشارتها تصبح القوة ليس العدد ستة في عشر قوة ثلاثة ناقص اربعة وتسأل لنا ماذا ستة في عشر قوة ناقص واحد بهذه البساطة لم نفعل شيء الا تطبيق خواص القوة التي كنت اذكرها هنا فقط ما هي الخواص الخواص هي هذه ثلاث عناصر عليكم بحفظ قواعدها هذه ابناء عندنا كذلك نتابع جيدا سوف نأتي الان الى مثال اخر يعني نريد كتاب علمي لاحظوا جيدا عندنا ب بما هي قيمته لاحظوا ب يسأل لنا سفر فاصل سفر اربعة في عشر قوة ناقص واحد على اثنان في عشر قوة ناقص خمسة يريد ان نكتبه كتابة بسيطة نتابع جيدا اذا اولا لو نلاحظ جيدا الى هذا العدد كيف يمكن كتابته لهو صفر فاصل صفر اربعة يمكن كتابته لهو ماذا هو اربعة في عشر قوة ناقص اثنان يعني بعدما كانت الفاصلة هنا نزح الى هنا نزح الى هذه الجهة ونجعل قوة عشر قوة ناقص عشر قوة ناقص ثم ماذا تصبح في ماذا في عشر قوة ناقص واحد والمقام لهو اثنان في عشر قوة ناقص خمسة نتابع منها لاحظوا اذا تصبح اربعة في عشر قوة ناقص اثنان في عشر قوة ناقص واحد على اثنان في عشر قوة ناقص خمسة ماذا يصبح تصبح هكذا العملية جد بسيطة عندنا قلنا العشرة في العشرة أنا هنا نجمع ماذا نجمع الأسس لما نجمع ناقص 2 مع ناقص 1 تصبح ناقص 3 نتابع جيدا ونكمل رويدا رويدا ماذا ينتج أبنائي ينتج أنها تصبح 4 على 2 وهذا يختزل معناها تصبح كم لاحظوا تصبح 4 أو 2 وعندنا هذا مع هذا لهو 10 قوة ناقص 3 هذا يمكن له أن يأتي إلى هنا ماذا يصبح يصبح فيه 10 قوة 5 نجمع القوة معنا تصبح 10 قوة 5 ناقص 3 ويصبح 10 قوة 2 لاحظتم يعني كل الأمور جد بسيطة لما نحفظ القوانين ها هي كما تلاحظون هنا أبنائي وتصبح تصبح بعد اختزال ها هي القائدة بأبسط طريقة تصبح 2 في 10 قوة 2 فقط وهي كتابة الأنعمية نتابع جيدا مع المثال الأخر عندنا كذلك سي السي لاحظوا ما هو هو 4 في 10 قوة ناقص هو 10 قوة 4 في 6 في 10 قوة 6 على 2 في 10 قوة 2 هنا لا نخاف أبني يعني الأمور جد بسيطة أولا عندنا هذا في هذا كم يصبح أكيد يصبح يساوي 24 على 2 في وعندنا هذا في هذا قلنا نجمع ماذا نجمع القوة معنا تصبح في 10 قوة 10 والمقام يصبح في 10 قوة 2 يختزل هذا مع هذا ماذا يصبح يصبح أكيد لو 12 ثم عندنا في 10 قوة 10 وهذا يصعد إلى هذا المكان ويغير إشارة قوته معنا تصبح في 10 قوة ناقص 2 وتصبح لنا 12 في ماذا في 10 قوة ماذا قوة 8 لكن هل هذه الكتابة العلمية سوف نلاحظ نتابع جيدا إذن ماذا ينتج أبني ينتج مثل ما كنت أشرحه هنا كذلك وصلنا إلى هذه لكن الكتابة العلمية تصبح مكتوبة من الشكل ماذا لاحظوا جيدا تصبح 1 فاصل لأن 12 لا يمكن أن نقول كانت في 12 في 10 قوة 8 هذه ليس كتابة علمية بما أن الفاصلة موضوعة هنا نأتي بها إلى هنا ونجعلها كذا وتصبح في 10 قوة 1 لأن الفاصلة كانت هنا قد زحزهت إلى اليسار معناه وتصبح 1.2 في 10 قوة ماذا 9 فقط وعندنا تمرين يمكن لكم إنجازها أبنائي ها هي أمامكم لاحظوا سوف أتركوا لها لكم حتى تعلموا هنا 6 تمرين تعلموا من خلالها يعني كيفية العمل بالكتابة العلمية وها هي جد الآن واضحة وفي الأخير أتمنى قد استفدتم من هذا الدرس وزوروا موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ للأستاذ نوردين ليصلكم جديدنا باستمرار كما لا تنسونا بالدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة